موسيقى موسيقى ايضا انتشر خبر مثلا زي الحفل السفارة الاسرائيلية وما شفنا من نشره انا لا ارد انتشر على موقع اسرائيلي وانا نحن كحكومة لا نرد على هذه الاخبار بمعنى هذا النوع تحديدا من الاخبار وانت هنا بتفتحي على موضوع وجع صراحة الاخبار التي تستهدف وحدتنا قيمنا مبادئنا موقفنا يعني اليوم الاردن من جلالة الملك والحكومة والنواب والمجتمع نقول صوتا واحدا قولا واحدا انه ما هذا موقف الاردن من القضية الفلسطينية لا توطين ولا حل نهائي بدون دولة فلسطينية ولا وطن بديل والقدس عربية والوصاية على القدس هاشمية فان تأتي مثل هذه الاخبار وهي كثيرة بالمناسبة في هذا التوقيت علينا ان نعي خطورة هذا النوع من الاخبار وانا بصراحة تحدث معي بعض الصحفين وطلبوا رد على هذه الاشاعة انا قلت لهم انا لا ارد على هذا انا يجب ان اخلق حالة الوعي ضد هذا النوع من الاخبار بحيث لا يتم تداولها ان نعي خطورة مثل هذا النوع من الاخبار على وحدتنا على بيتنا الداخلي ضرورة أن نحصن أنفسنا من مخاطر هذه الإشاعة